السلام عليكم ورحمة الله معكم اسامة من قناتكم جاسمي زون ازايكم الفندية النهاردة احنا جايين بفيديو عبارة عن رواءان وكسب سهل بدون مجهول ومعنا كده شوية استراتيجيات حلوة كده جميلة لزيزة كده هتقدر بكل بساطة جدا تربح من الموقع بتاع النهاردة هقولك تعمل ايه علشان تقدر تجيب متوسط ما بين 20 ل 30 دولار في اليوم ايوة زي ما اسمعت 20-30 دولار في اليوم سهلة والله وبسيطة بس كل اللي عليك يا راي انك تفضل معي كده لغاية الاخر عشان هنقول على شوية تريكات وحركات لو عملتها هتروقت احلى موقع النهاردة زي ما انتشفت في العنوان هو عبارة عن موقع اختصار روابط اسمه short jumbo هنتكلم عليه بكل تفاصيل وزي ما قلتلك هقولك على كل الحركات والتريكات اللي هتخليك تكسب منه على الراي ما تنساش هاشتاج انا كملت معاك يا اس وحب اقولك بقى برضو على مسابقة كده انا بقى اللي عملها على عشرين دولار عشان تكسبهم كل اللي مطلوب منك شوية حاجات بسيطة جدا موجودة على يميني وهي اللايك للفيديو دوت وكمنت لذيذ وسبسكرايب ازا ما كنتش مشترك هتشترك وازا كنت مشترك هتلغي اشتراكك وترجع تشترك من قوله جديد وهتعمل شير للفيديو اعمل الحاجات ديت وابعتها لي عن الانستجرام وقل لي انك وبعت لي طبعا السكرينشوت بانك تفرجت على الفيديو لغاية الاخر والفيديوهات اللي قبل كده والجايزة ديت هتقدروا تتابعوها على المنتدى بتاع القناة هعمل السكرين للمفروض فاز بالجايزة والتسليم بتاع الجايزة بتاعه خلينا ما نطولش كتير ونبدأ في الفيديو بص يا سيدي اول ما هتدوس على اللينك اللي موجود تحت هيوجهك للمدونة هتقرأ المقال عشان تقدر تشوف اي تفصيلة ممكن تكون فاتتك في الشرح دوت وهتنزل تحت خالص هتلاقي الفيديو الجميل اللي احنا بنتكلم فيه دوت وتحته هتلاقي الروابط المستخدمة منها رابط التسجيل واي روابط ممكن انا اكون عايزك تستخدمها فبالتالي هتلاقيها موجودة هناك عشان ما انضاعش وقت كتير اول ما هتدوس على لينك التسجيل هيظهر لك وجهة زي دي طيب مفروض يعني في الصف بتاع الموقع انت اول ما تفتح لو انت عندك حساب فبالتالي هو هيحولك على طول على الموجود دوت وهو الجرداشة من خلال الفيس بتاعك فهتقدر تتواصل معهم لو انت عندك اي مشكلة او اي حاجة هنلغي دي خالص دلوقتي خليها على جنب هنا عندنا اللي هي اسباتات الدفع عشان يقول لك اسباتات الدفع اللي اتدفعت هنا هتلاقي هنا الاسامي قدامها زي ما انت شايف كده كده يعني لاغي الاسم شوية او نص الاسم عشان الخصوصية بس مش اكتر هتلاقي هنا البروف بتاع الاسباتات الدفع بتاعتهم معظمهم ساحب جودة فون كاش زي ما انت شايف فيه ساحب كتير عندك فوق الخمسشار صفحة يعني معناها ان فيه ناس شغالة كتير على الموقع وقدرت تسحب منه طيب خش هنا على البابلشر البابلشر ريت اللي هو المتوسط بتاع الدفع او بيتدفع في ايه بالزبط بصة سيدي اول حاجة هنا طبعا هتلاقي دولة مسلا زي دولة البحرين سبعتاشر دولار اظن ده رقم جميل جدا 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 بعدها فينلند خمسة عشر دولار بعد كده نيوزلاند اللي هي هولندا ستاشر دولار عشرة دولار طبعا انت هتقول لي الارقام الكبيرة ديت ازاي هنستهدفها احنا كده كده مصريين وهنستهدف في الوطن العربي برضو وارد ان ممكن يكون في ناسنا اللي بتفرج علينا برضو قاعد في الدول اللي هناك بس انا برضو نجاي لك النهاردة عشان اقول لك ازاي تستهدف الدول ديت وتقدر تاخد منها ربح كويس وبرضو مصر على فكرة ستة دولار ده كويس جدا عندك هنا او الموبايل يعني اللي هشوفك من هنا من او اللي هشوفك من الموبايل هيقدر تاخد كام على الالف زيارة برضو ستة دولار مش وحشة جدا هي والسعودية والامارات سبعة دولار المهم انا هقدر اقول لك ازاي تستهدف كل الفئات العالية ديت عشان تقدر تجيب منهم ربح عالي هنا هتلاقي حاجة اسمها بلوك او مدونة دي تقريبا مدونة خاصة بالموقع احنا لو دخلنا عليها هتلاقي ان هي في مدونة بسيطة جدا للموقع زي ما انت شايف كيفية تكسب المال على الانترنت ممكن حدك تخش على المقالات بتاعتهم تشوف فيها ايه وتشوف الدنيا ماشية ازاي معاهم نرجع تاني ب بقى مفروض اخر حاجة عايزين نعرف ازاي نعمل ساين اوب وازاي نعمل ساين اين طبعا ساين اين معروفة يعني سهلة هتعمل هنا ساين اوب وخش اعمل ساين اوب بسيط جدا وسهل زي وزي اي موقع بممكن تقدر تعمل تعمل عليه ساين اوب هنا كل اللي عليك انك هتسجل اسمك هتحط مسلا اه انا هعمل هعمل معاكم حساب من اول وجديد تمام وهخش هنا اكتب الايميل بتاعي وبعد كده هتعمل هنا الباسورد يستحسن ان يكون فيها حروف كابيتل وحروف سمول والداشبورد وبعد كده اللي هي العلامات اللي هي الشرطة او اي حاجة زي كده وبعد كده اه ارقام مسلا دي افضل حاجة للباسورد في اي اه في اي برنامج يعني او اي تطبيق او اي موقع انت هتسجل عليه بعد كده هتدوس على ايم نوت ريبوت تمام هيديك هنا حاجة زي كباتشا لو انت مش عارف بتحل لو انت مش عارف ايه اللي مطلوب منك هتعمل هنا كده بيقول لك هنا مسلا الترافيك لعلامات المرور انت هتدوس مسلا على علامات المرور اهيت وبعد كده نكست اه علامات اللي هي الارضية تمام هعملها هنا وبعد كده خلاص بعد كده هنا اي اجري بعد كده زي ما انت شايف هو دلوقتي المفروض قال لي خلاص انا هكتب هنا اليوزر نيم بتاعي اللي انا مفروض سجلت بيه وهكتب الباسورد بتاعتي اللي انا برضو سجلت بيها وبعد كده هدوس ايم نوت ريبوت وبعد كده ريميمبر بعد كده ساين ان بص اسي دي اول نوتفكيشن هتفتح هتلاقيها موجودة هو هنا بيقول لك قم بشرح الموقع وارسل الرابط الى هنا اللي هو رابط الواتس واحصل على مكافئات مالية على حسب المشاهدات والدعم بيعمل لمدة اربعة وعشرين ساعة يعني دعم اربعة وعشرين ساعة صيدلية بصراحة يعني يستشغال اربعة وعشرين ساعة هتقدر تتواصل معهم سواء اذا كان واتس او مسينجر هنا بقى من الاخبار اللي موجودة السارة سيتم رفع الاصار حتى تصل من سبعتشار دولار الى عشرين دولار يعني حتى اخر رفح احنا شفناه سبعتشار دولار وارد ان هو كمان هيوصل لعشرين دولار يتم تنفيذ الدفعات في اقل من تمن ساعات يومين يعني هتطبع ان شاء الله السحب بتاعك هيوصلك فوري يومي بحد اقصى خالص تمن ساعات لا يوجد مشاكل بالموقع والدفع مستمر في حد اقصى طبعا زي ما قلنا دلوقتي تمن ساعات طيب خلينا هنا نقول معظمنا يعرف يعني ايه اختصار روابط وازاي اختصار روابط احنا النهاردة جايين نشوف مش جاي يقول لك ايه واختصار روابط انا جاي يقول لك ازاي تكسب من اختصار روابط بطريقة سهلة وسلسة ومضمونة مش لازم تكون يوتيوبر عشان خاطر تقدر تختصر روابط وتكسب منها اه اولا انا بختصر الروابط لان انا عندي المدونة بتاعتي فبالتالي عشان بس الناس تقول انت ممكن كيوتيوبر تكسب لا انا جاي يقول لك هنا انت ازاي كواحد عادي مستخدم عادي مش يوتيوبر ازاي ت تكسب. بص يا سيدي. اولا انت عندك هنا حاجة اسمها انت هنا هتقدر تعمل رابط جديد. تنشئ رابط آآ شورت لينك. آآ معظمنا يعرف ان انت مفروض عشان تكسب من الروابط المختصرة لازم تنشرها. طيب هنشرها فين? مفروض اسرع وسائل انك تنشر عليها. اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام والحاجات ديت يعني او تويتر او الكلام ده. معروف برضو ان محزور حزر الروابط بتاعة المواقع اللي اختصر الروابط او الروابط المباشرة. طب هنعمل ايه? هديك النهاردة تلات اختيارات بتلات تركات او بتركة واحدة هتقدر تستفاد بيها في التلات اختيارات دول. اول حاجة هنا هنتكلم فيها وهو موقع اسمه ده كنا موقع اتكلمنا فيه قبل كده والاستراتيجية بتاعة توسالة جدا اللي هو عبارة عن صفحة من مدونة ببلاش من غير ما تكون عندك مدونة او من غير ما تكون مدونة او منشئ او عندك آآ موقع او مدونة يعني. الفكرة بسيطة جدا ان انت لما بتختص الرابط هتاخد الرابط دوت تاخد الرابط المختصر وهتحطه هنا في مقالة وبعدين هتاخد المقالة ديت الموقع نفسه هيديك رابط تحطه في الفيسبوك. الفيسبوك هيقبله عادي بدون اي مشاكل خالص واللي هيدوس عليه هيحوله اوتوماتيك على الرابط المختصر. طيب خليني هنا اقول انا هستهدف ايه وهعمل ايه عشان اقدر اكسب بسرعة واقدر اضمن ان الروابطات هتتشاف. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على مواضيع معينة نقدر نستهدفها. النهاردة برضو هنتكلم فكرة قريبة جدا او شبيهة بها وهي فكرة بتاعت الحاجات اللي الناس بتدور عليها ومعظمها طبعا هيكون في الالعاب او في الحاجات اللي هي فضايح الممثلين كده ناس مش عارف مين يتخانق مع مين ومين ضرب مين والكلام الفاضي ده. خلينا مسلا ناخد مسال بسيط مش هو ده اللي بالزبط اللي انت هتعمله بس انا هديك مسال بسيط انت ممكن تشتغل عليه. هنيجي مسلا على حاجة زي كده زي اي فوتبول. طبعا ناس كتيرة جدا بتلعب بيس انا منهم مدمن للبيس. آآ بتدور دايما على اخر اصدارات اي فوتبول كان فيها شوية حوارات كده. قال لأ ده كويسة لأ مش كويسة طب هينزله النسخة امتى طب هينزله ديمو امتى والغيره يعني حاجات زي كده يعني. انت كل اللي عليك هنا انك هتشوف مسلا رابط مش هيدي الصفحة بس انا بديك مسال انك مسلا تشوف صفحة منزله مسلا اللعبة كاملة بالكراك بتاعها او يعني منزله نسخة ديمو مفتوحة حاجة زي كده يعني. كل اللي عليك انك هتاخد مسلا رابط زي ده. وهتاخد هنا كوبي وبعد كده هروح لهنا وبعد كده اعمل نيو شورتن وبعد كده اعمل هنا باست وبعد كده اعمل شورتن. تمام? هو مجرد معي حدوس على الزرار ده وقت هيديني رابط مختصط زي ما انت شايفو بيبدأ باسم الموقع شورت جامب شورت جامبو بعد كده هيديك هنا زي يكون صغير انت كل اللي عليك انك هتاخد الرابط ده. هروح هنا على مفروض هنا انك هتكتب يعني عنوان للمقال وبعد كده هتكتب مقال وهتيجي في المقال سوى ازا كان فوق او تحت وهتقول للتحميل مسلا اضغط هنا. خليني اعمل لك مقال سريع وارجع لك ده. طيب بص يا سيدي انا اختصرت لك بس الوقت انا عملت هنا مقال بسيط بشوة دور ده المقال انا بديك بس اي كلام كده عشان يعني اقول لك انت هتعمل ايه? هتحونت هنا طبعا صورة وبعد كده هتيجي تكتب هنا المقالة هتعمل بتاعك العنوان اللي مفروض القارئ هيشوفه عشان يخش على اللينك بتاعك. تحميل لعبة نسخة كاملة مسلا بما ان الناس كلها ده الوقت بتدور على نسخة كاملة. وهتيجي تحت هنا للتحميل اضغط هنا وهتيجي تعلم على هنا وتروح عامل لها وبعد كده هروح حاطط هنا اللينك بتاعي اللي هو بتاع الشورت. فبالتالي هنا انا اللي مسلا لو عملت نشرت المفروض يعني دوت. هيقول لي هنا مسلا اقول لي الكاباتشا. طيب هو كده مفروض عملي للمقال يعني اداني نسخة للمقال اللي هو مفروض هيبقى الرابط بتاعها موجود فوق. طبعا البر انت ممكن ما تلاقش قدامك فوق. انت مفروض العنوان من فوق انت هتاخده كوبي. زي ما انت شايف هو هيظهر قدام الشخص بالمنظر دوت ولو ضغط على هنا هيحوله على طبعا continue. هيحوله مباشرة على الشورت بتاعك او الشورت لينك بتاعك. اه زي ما انت شايف هو حوله على الشورت لينك بتاع هنقفل هنا خلاص انا مش محتاج الموضوع دوت. طب انا دلوقتي مفروض هعمل ايه? هتاخد انت اللينك اللي موجود فوق دوت. وهنخش على الحساب مسلا وليكن صفحة الفيز بتاعتي. وقول له هنا مسلا كريات بوست. وبعد كده روح دايس هنا كده. اه زي ما انت شايف هو دايني جاست باست ايت. والعنوان بتاعي. وهيديني هنا المقال اللي انا مفروض عمله. لو انت عايز تحل المقال شوية برضو ممكن تروح حاطط صورة. يعني انا احط صورة مسلا زي كده. اهو مسلا احط صورة زي كده وهو المقال دوت وهو اوتوماتيك اول ما يضغط على المقال فبالتالي هيبدأ ينشر المقال بتاعك عادي بدون اي مشاكل. هنشوف دلوقتي بعد ما اتنشر. خلاص ايه الغي دوت? زي ما انت شايف اتنشرت عادي على الصفحة بدون اي مشاكل. هنلغي ده بقى خلاص اشياء الناس اللي ايه الطريقة التانية اللي انا ممكن انشر بها بدون حظر او بدون اي مشكلة? انت هتروح على موقع اللي هو تابع لجوجل ده هتنشئ فيه مدونة بطريقة سهلة وبسيطة جدا مش هتاخد منك اكتر من خمس دقايق. مش لازم تكون بتنشئ مدونة عشان تقدمها كموقع او حاجة زي كده. انت كل اللي انت عايز تستفاد به من انشاء المدونة بس انك تاخد مدونة فيها صفحات تقدر تكتب فيها مقالات زي ما عملنا دلوقتي في في بس ده كل اللي عليك. هتعمل انشاء مدونة بعد كده هتخش بايميل وهيقول لك خلاص انت انشاءت المدونة ابدأ بقى اكتب في مقالات هتعمل نفس اللي احنا عملناها في تقدر تدور على اليوتيوب ازاي تنشئ مدونة طريقة سهلة جدا وبسيطة مش محتاجة اصلا شرع. طيب الطريقة التالتة اللي مفروض مقدرش يعني مش هاخد عليها حظر في موضوع الرابط وهقدر برضو اشير بها اللينك بتاعي بدون اي مشاكل. هتخش مسلا على حاجة زي ده ناس كتيرة جدا عارفها. ما عرفش ازا كان فيه ناس لسه مش عارفها ولا لأ. ما عرفش. بس هو موقع اختصار روابط مش عليه فلوس. مش اختصار روابط. هو بيديك حاجة كده يعني ده ده تابع لجوجل اصلا. فبالتالي هو بينشئ لك اختصار بسيط بدل ما يبقى اللينك طويل اوي بيعمل لك لينك مختصر. ما فيهوش اي اعلانات ولا فيه اي حاجة خالص. هتدوس هنا مسلا بعد ما تنشئ حساب طبعا برضو بطريقة سهلة وبسيطة. هتدوس هنا مسلا على على دوت كده وبعد كده هاخد اللينك بتاعي. واحط هنا دوت كده وهقول له create create. فبالتالي اداني هنا زي ما انت شايف لينك مختصر خالص بسيط. وهقول له هنا مسلا كوبي. وهاجي على صفحة الفيس تاني. وهحط هنا نفس الكلام برضو create post. وهحط اللينك بتاعي هنا. وهحط له صورة. زي ما انا لسه تحطط التاني. وهدوس post. هنشوف هيديني البوست ولا لا. هيحصل فيه اي مشاكل ولا لا. ما اعتقدش ان هيحصل فيه اي مشاكل خالص. زي ما انت شايف دلوقتي ادي الرابط مختصر. ما علوهش اي حظر ولا عليه اي حاجة. والصورة المصغرة. فبالتالي انت هتكتب له بس هنا جملة. للتحميل او للدخول الى اللعبة او للدخول الى الرابط اضغط هنا وهتسيب له ايه الرابط دوت. فبالتالي هو هيقدر يخش على الرابط على طول مباشرة. وهتدعي لي. طيب فيه نقطة تانية بقى عايزة اقول هيلك. انت هتستهدف غير الاي فوتبول استخدم الحاجات التسويقية. يعني خش دايما على مواقع التسويق وشوف ايه الحاجات اللي الناس بتبحث عنها وليكن مسلا المكملات الغذائية بتاعت الناس بتاعت الكمال الاجسام او الحاجات اللي زي ديت. وهتعرض اسعار من مواقع زي مواقع السي بي اي مسلا. واخد عرض السعر دوت الصفحة بتاعته واختصرها على مواقع اختصار الروابط. واخد اختصار الروابط دوت ويعمل به مقال صغير بصورة حلوة جزابة. وابدأ احطها او رواجها على المواقع الصفحات بتاعت السوشال ميديا. لو انا ببحث مسلا او لو انا عامل مسلا عرض سي بي اي مسلا لمكملات غذائية او حاجة زي كده. او اكل للقطط او اكل الكلافة. بالتالي انا هخش على الصفحات اللي بتتكلم عن الحاجات اللي زي ديت. وابدأ احط البوست بتاعي. فبالتالي انا هقدر اجيب جمهور كويس جدا من النقطة ديت. وبالنسبة للنقطة اللي اتكلمنا عليها في الاول ازاي هستهدف الناس الاجانب. فانا ممكن ادور عادي على عروض سي بايه. ادور على الالعاب. ادور على اي حاجة. مقالات مكتوبة بالانجليزي او اكتبها بالانجليزي. وبالتالي انا هعمل صورة مصغرة كويسة بالانجليزي. هكتب المقال بالانجليزي. وهبدأ اشياره برضه على المواقع الاجنبية اللي بتتكلم في نفس المجال. فبالتالي انا هاخد كويس جدا 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 وانصحك جدا انك تتكلم في موضوع او تبحث عن موضوع اللي هو في المواقع الاجنبية. صدقني الناس دي بتخش على الحاجات دي بتفاعل شديد جدا وبالتالي هتقدر تاخد سعره كويس قوي. هتقدر تاخد من عشرين لتلاتين دولار ان شاء الله في اليوم. الموقع بتاعه النهاردة موقع قديم شغال بقاله سنتين. وسابت في الدفع وسابت في الشغل ومفوش اي مشاكل خالص. نيجي هنا بقى لاخر طريقة في الكسب وهي الريفرل او الدعوة. هتقدر من خلال الريفرل هنا انك هتاخد اللينك بتاعك اللي هو دوت. وهتبدأ تحطه لصحابك مسلا تدي لصحابك على الجروبات او تسوق لللينك بتاعك على اي حاجة من السوشال ميديا برضو. ان ده موقع اختصار رابط كويس وإلى غيره. فبالتالي كل حد هيسجل من خلالك من الرابط دوت. هتاخد منه عشرة في المية من الربح بتاعه. زي ما انت شايفه هو عشرة في المية من الربح بتاع الناس اللي هتسجل من خلالك ده هيبقى ربح بونس فوق الربح بتاعك ودي طريقة كويسة جدا انا شايفها جيدة جدا 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 الربح. بدون اي مجود انت ممكن تعمل لك كام رابط كده في اليوم كده وتروح نشرهم مقاعد زي الباشا كده مستني فلوسك توصل لك. هنيجي على اخر حاجة بقى وهي السحب. هتلاقي عندك هنا اللي هي طبعا الرصيد المتاح والرصيد اللي انصرف اللي انت سحبته يعني والتوتل وهنا هتلاقي عندك الزرار بتاع الويسترو. هنا بيقول لك ان احنا لو انت طبعا لازم تعمل لك طريق الدفع اللي هي موجودة هنا في وهنا تحت هنا بيقول لك الحالات اللي انت ممكن تلاقيها قدام الطلب بتاعك لو بندنج تبقى كزا لو ابروف تبقى كزا لو كمبليت او كانسل او او الى غيره هنخش على وهتخط هنا بقى البقنات بتاعتك اسمك الاولين اسمك الاخير العنوان واوة الى غيره وهتيجي هنا على اختيار وسيلة الدفع زي ما انت شايف عندنا بيبال وبايير وفودا فون كاش وبوبجي لغاية تسعة تلاف سبعمائة وربعة وخمسين شادة هتختار هنا الوسيلة الدفع بتاعتك وليكن مسلا فودا فون كاش وبالتالي هحط هنا رقم الفودا فون كاش بتاعي والبيانات بتاعتي واعمل حفز اه سبمت حفز وبعد كده اروح تدائس هنا خلاص انا كده حفظت البيانات بتاعت طبعا انا ما دخلتش بيانات دلوقتي تمام انت بعد ما اتدخل بياناتك هنا واتدخل وسيلة السحب بتاعتك والطريقة بتاعتها خلاص انت عملت صبمت وخلاص فبالتالي انت هتيجي بعد كده هنا على الويسترو مجرب ما المبلغ بتاعك يتحدد اللي هو مفروض اللي هو مفروض الحد الادنى دوت اللي هو بيبال خمسة دولار بايير خمسة دولار فودافون من اول واحد دولار وبعد كده ببجي كزا 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 فبالتالي مسلا انا لو هسحب فودافون كاشف اول ما اسحب اول ما وصل لواحد دولار هقدر اسحب عادي خلص وفيش اي مشكلة فلو المبلغ بتاعي هنا موجود واحد دولار كل اللي علينا هعمل هنا والسحب يوصلي في خلال تمن ساعات او اقل من تمن ساعات اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وطريقة ربح جديدة كان معكم اسامة سلام